من جبل الشيخ يطل الخطر من أعالي جبهة تربعت على المشهد السوري اللبناني الفلسطيني المتداخل والذي بات يحتشد عند مرتفعاته ما يربع على 12 ألف مقاتل من النصرة تخدمهم إسرائيل بأعلى التقنيات وتمسح جروحهم وتعالجهم في مستشفياتها قبل أن تهمس في آذانهم بأن يتدحرجوا قليلا إلى المدرجات اللبنانية في اليومين الماضيين قتل ما لا يقل عن 27 عنصرا من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام في هجوم نفذته النصرة على بيت تيمة ذات الغالبية الدرزية والواقع على كتف جبل الشيخ وإذا كانت حصتنا اليوم هي 11 جريحا من المعارضة السورية نزلوا علينا من طرق وعرة غير شرعية تحاذي شبعة فأن هذه الخاصرة ستظل نازفة ومفتوحة لسيما بعد إقفال ممرات الإرهاب من صوب الشمال والشرق تطويق الإرهاب لم يحرك ملف التفاوض الذي يتأثر بسقيع الجرد وفي معلومات الجديد أن الطرف اللبناني المفاوض ينتظر عودة المبعوث القطري من الدوحة خلال اليومين المقبلين ولدى عودته سيتوجه فورا إلى مكان الخاطفين ليحصل منهم على رد في شأن اقتراحات قدمها الجانب اللبناني وهي تختلف عن الطروح الثلاثة التي عرضتها النصرة ولأن التفاوض لم يبلغ مرحلة النقاش مع سوريا فأن اللواء عباس إبراهيم لم يطرق باب دمشق بعد وهو قال للأخبار اليوم أنه أرسل مع الوسيط القطري رسالة إلى خاطفي العسكريين مفادها لن نفاوض في الجثث والجثث الثلاث التي بين أيديكم لا أريدها كل عسكري تقتلونه لا أريد جثته فتصرفوا على هذا الأساس لا أفاوضكم إلا في العسكريين الأحياء الميت أبقوه عندكم وفي الجنود غير المسجلين على قائمة الخطف ويحملون صفة الفار سلم الجندي عمر خالد شمطي نفسه اليوم لفرع الاستخبارات في الشمال بعدما سجل الشهر الماضي فيديو يعلن فيه انضمامه إلى أحد التنظيمات الإرهابية في الإرهاب القانوني تتابع الجديد فتح الخزانة المالية للمحكمة الدولية ودور لبنان في تحويل المبلغ السنوي بطريقة لا يعلم بها إلا رؤساء الحكومات يبكي الموظفون على سلسلة وراتب منذ ثلاث سنوات وتقطع الحكومة يدها لتشهد عليها لكنها فجأة تضرب هذه اليد على سماعة الهاتف وتخابر المعنيين بأن صرفوا هرتقة وتهريب وتمويل من وراء ظهر الشعب والمؤسسات الرقابية وبلا مرور إلزامي في وزارة المال خمسمائة مليون دولار والمحكمة على الجرار تشكر لنا سنويا دفع رواتب القضاة والموظفين وتطول عمرها ليستمر الدفع وقد أصابها من لبنان داء التمديد الذي سيضربها العام المقبل